المترجم للقناة المترجم للقناة ثم البعد الجماعي التفاعلي العلائقي وهو ما بدا في مفهوم الغير وأيضا البعد الزماني للإنسان بطبيعة حالي الوضع البشري هو ما تجلى في مفهوم التاريخ ومن هنا غادي نكونوا بطبيعة الحال ثلاثة دية الدروس بالنسبة لشعبة الأداب والعلم الإنسانية ودرسي الشخص والغير بالنسبة لشعبة العلوم بمختلف المكونات ديالها نبدأ الآن للدرس الأول وهو مفهوم الشخص كأول درس في مجزوءة الوضع البشري بطبيعة الحال أول سؤال اللي خسكم تستحضروه في الدين ديالكم أنتم ما كتراجعوا وانتم ما كتتبعوا معي أنتم ترحوا السؤال شنو علاقة ما بين مفهوم الشخص من جهة ومجزوءة الوضع البشري من جهة ثانية هذا نسميه بمجال الدرس وهو أول عنصر كتقدمه في الإنشاء الفلسفي ديالكم سواء في النماذج الثلاثة اللي ستكون في الامتحان الوطني الشخص بعد فرضي ذاتي للوضع البشري وهذا المجال هي هذا العلاقة والشخص فلسفيا كما تحدده جاكلين ريوس هو ذات معنوية ومسؤولة تتشكل عبر مسار تاريخي طويل وكي إن هناك معنى عامل مفهوم الشخص في تقديرها جاكلين ريوس هو كائن واعي بذاته وبقيامه ويتحمل مسؤولية عفعاله لاحظوا هذا التعريف يتناسب مع القضايا الفلسفية والإشكالات التي سنتناولها في درس الشخص بالنسبة لجاكلين ريوس مفهوم الشخص يترادف مع مفهوم الفرض أو الشخص المعنوي ويتضاد مع مفهوم أو مفاهيم الشيء أو الوسيلة أو البخونو أندي فينيف الفرنسية لكن يرتبط بمفاهيم الاستقلال والواجب والحرية والإرادة والكرامة والأخلاق والقيم وإلى ذلك لاحظوا الآن هما تقدموا الآن جاكلين ريوس يتناسب أيضاً مع ما سنتناوله في هذا الدرس الإشكالات المفهوم الشخص التي تكونوا تعرفها لدينا ثلاثة قيمة كي نعدنا مفارقة أساسية إما الطبيعة هوية الشخص إما ثابتة ثابتة فطرية أو متغيرة مكتسابة وإلا شفنا على مستوى الأساس سنقول الوعي أو الفكر مجرد في مقابل الشعور والذاكرة كما يتبنىها جون لوك وهنا يتطرح الإشكالية ركزوا عفكم معي على هذه العناصر التي سأقدمها لنباش منعودهاش من بعد ونربحوا بهالوقت كيف تتحدد هوية الشخص الآن نتساءل هل على أساس الفكر المجرد أو الوعي كما يتبنىها ديكارد أم على الشعور المقترم بالفكر والذاكرة كما يتبنىها جون لوك ومن ثم كيف تتحدد طبيعة هوية الشخص هل باعتبارها ثابتة فطرية أم أنها متغيرة مكتسبة وبخصوص القضية الفلسفية الثانية الشخص بوصفه قيمة عندنا بطبيعة الحال القضية المفارقة قدينا هذه تكون غاية في ذاتي في مقابل الوسيلة وهو ما توقفتم عنده مع موقف إيمانويل كانت عندما يقول انطلاقا من نص دياله يجب التعامل مع الشخص بوصفه غاية في ذاتي وليس باعتباره مجرد وسيلة النص ولا موقف كانت يقدم حتى الموقف المخالف وهنا في انكت استعدنا وخصنا نتابع هذا الأمر جيدا لكن قد يتغير الموقف كانت إلى موقف آخر مثلا هناك بعض النصوص الفلسفية تتعتبر الشخص بأنه عنده قيمة مجتمعية المقابل يلا قيمة لا مجتمعية ولذلك فالإشكال لينغر يكون كيف يتحدد الشخص بوصفه قيمة هل باعتباره مجرد وسيلة أم باعتبار غاية في ذاته انطلاقا من المفارق والأمر يتغير إذا كانت قيمة مجتمعية كيف يتحدد الشخص بوصفه قيمة هل باعتباره من خلال قيمته المجتمعية أم أن قيمته لا مجتمعية بمعنى في بعدها الفرض والإنعزال وما إلى ذلك الإشكال الثالث يدور حول مفارقة أساسية هي الضرورة في مقابل الحرية وهنا نتساءل كيف يتحدد الشخص هل باعتباره خاضعا للضرورة أم أنه مالك للحرية أم أن تكامل الضرورة والحرية هما ما يحددانه في الإجابة على هذه الإشكالات هذه هي التي نتناولها على كل قضية فلسفية لوحدها بخصوص هوية شخص طبيعتها وأساسها نستحضر بشكل قوي هنا الموقف ديالديكارت الذي يعتبر في أطرحته بأن الفكر المجرد أو الوعي يشكل أساس هوية الشخص وأن طبيعتها ثابتة في كتابه مقال عن المنهج ديكارت انطلاقا من تصوره الفلسفة العام الذي يتأطر ضمن الفلسفة العقلانية كتعرفوا بأن ديكارت يؤسس تصور الفلسفة العام على مبدأ الكوجيط أنا أفكر إذن أنا موجود لاحظوا انطلاقا من هنا ما الذي يحدد من الفكر أم الوجود الوجود في تقدير ديكارت يحدده أنا أفكر إذن أنا موجود الفكر هو الذي يحدد الوجود وهذا ما يتبته بقوله عندما يقول إذا انقطعت عن التفكير انقطعت عن الوجود الفكر الآن كيف سيحدد وجود الإنسان وهويته في نهاية المطاف حسب الإشكال لدينا مطروح الفكر في تقدير ذيكارت نشاط دهني يتبدى في أفعال الفكر كالشك والإدراك والنفي والإتبات وتصورهما إلى ذلك فعندما أشك في الشيء الشك هنا أكون أفكر عندما أدرك شيء أو أفهم شيء أو أن في شيء أو أثبت فكرة مثلا أكون في وضعية التفكير والتفكير ينتقل إلى الوعي والوعي هو الذي سيحدد الوجود ويحدد الهوية ذي الشخص الموقف المقابل ونحن نعرف بأن هناك تجاهين فلسفيين متصارعين فيما بينهما نظريا الفلسفة العقنية في مقابل تجاه الفلسفة الجريبية وهنا يحضر موقف جون لوك في مؤلفه مقالة في المنهج المفاهم البشري الذي يقول بأن الشعور والذكرة هما يشكلان أساس هوية الشخص وأن طبيعتها متغيرة الفلسفة بطبيعة الحال يقول هو بأن الهوية الشخصية لكي تحديدها يجب تحديد مفهوم الشخص والشخص في تقدير جون لوك هو كائن عاقل المفكر واعي لكن يعضيف معطى جديد يختلف هنا عن ديكارت يملك جسدا وحواسا لاحظوا ظهور عنصر الحواس في تحديد الشخص لذلك فالهوية الشخصية مع جون لوك تتحدد بالشعور المقترن بالفكر والذاكرة والذاكرة يجب أن نعرف مع جون لوك بقدر ما تمتد الذاكرة نحو الماضي وحو أفعال الماضي بقدر ما تمتد هوية الشخص امتداد لهوية الشخص هو الذي يجعل من طبيعتها متغيرة ومكتسبة بطبيعة الحال لكن انتقالا إلى الإشكال الثاني والقضية الفلسفية الثانية شخص بوصفه قيمة هنا يجب أن نستحضر بطبيعة الحال المفارقة لتنون الأولى وهي الوسيلة في مقابل الغاية انطلاقا من موقف كانت ما الذي يتبنى موقف الوسيلة؟ بعض المواقف السلبية بطبيعة الحال لا وجود في تاريخ الفلسفة من يتبنى طرح أن يجب التعامل مع الشخص على أساس أنه وسيلة وهذا ما يثبت حاضر المواقف كثيرة في المجتمع في المجال الاجتماعي مثلا تتذكرون ولا تعرفون ظاهرة التسول بالأطفال الطفل هنا وسيلة للربح المادي للذي استوظفه في مجال التسول في المجال التجاري كمثال أيضا توظيف الأطفال أو النساء في الإشهار والإعلانات التجارية هل الطفل أراد أن يكون موضوعا للإشهار أو أن يكون أداسا في الإشهار؟ بطبيعة الحال لا إنه وسيلة هنا في المجال العسكري توظيف أيضا الأطفال كمثال في الحروب والجانب العسكري أو اختطاف الرهائن الرهائن هم وسيلة لتحقيق أهداف سياسية والعسكرية إلى آخره في المجال السياسي شراء الذمم كما في الانتخابات لاحظوا يصبح الشخص هنا مجرد وسيلة انطلاقا من هذه الأمثلة يتضح بأن الشخص يمكن أن تكون له قيمة بمعتباره مجرد وسيلة تحقيقا لأهداف سواء ذات طبيعة مادية منفعية أو سياسية أو غير ذلك لكن هذا الأمر هو ما يرفضه إيمانويل كانت مطلقا في كتابه أسس ميتافيزيق الأخلاق وأيضا طلاق من فلسفته النقدية وفلسفته الأخلاقية عندما يعتبر بأن الشخص يملك عقلا أخلاقيا عمليا هذا العقل الأخلاقي محكوم بقانون الأخلاق الأعلى هذا القانون الأخلاق الأعلى يسميه بالأمر المطلق من صيغ الأمر المطلق في تقدير إيمانويل كانت هو أن الإنسان يجب أن يتصرف وفق طبيعته الإنسانية لا يجب أن ينسى إنسانيته وطبيعة الإنسانية ثم يجب التعامل مع الإنسان كغاية في ذاته وليس كوسيلة كوسيلة هي هدي أي يملك ما معنى غاية في ذاته معنى أنه يملك كرامة ولا يقوم بسعر ما يمكنش نعطيه الإنسان يكون بثمن ولا يتأثر بالميولات والرغبات ولا يخضع لها هنا يصبح الإنسان غاية في ذاته انطلاقا من هذا الشيء بطبيعة الحال يحضر الإشكال الثالث وهو الشخص بين الضرورة والحرية ما الذي يتبنى موقف الضرورة؟ تبنته الخطاب العلوم الإنسانية وعندما نتكلم عن الضرورة نتكلم عن الحتمية والحتمية تعني نفس الشروط تؤدي إلى نفس النتائج أو عندما نقول ضرورة نقول بصيغة أخرى سلب للحرية العلوم الإنسانية تعتبر شخص خاضع لضرورات متعددة وكمثال في علم النفس في علم النفس من ضمن المدارس المشهورة هي مدرسة تحليل نفسي مع فرود الذي يعتبر بأن السنوات الخمس الأولى تحدد مستقبل الشخصية أو شخصية الفرد لاحظوا الخمس السنوات الأولى ماذا يشكل هذا؟ ماضي والمستقبل بطبيعة الحال ومستقبل الشخصية الماضي يحدد المستقبل بمعنى آخر أن الشخص خاضع لضرورات نفسية في علم الاجتماع أو العلوم الاجتماعية تعتبر بأن الشخص خاضع لضرورات اجتماعية نحن لم نختر عادتنا ولا تقاليدنا ولا أسرنا ولا عائلتنا ولا ثقافتنا الاجتماعية إلى آخرين نحن خاضعين لها لا نملك الحرية في اختيارها في التاريخ أيضا نخضع لضرورات التاريخ التاريخ يفرض علينا أشياء كثيرة نحن لم نخترها في مقابل خطاب العلوم الإنسانية نجيد خطاب يتبنى الحرية في المجال الفلسفي وخاصة من أشهر المواقف هنا عندنا موقف جون بول سارتر في انطلاقا من تصوره الفلسفي العام وهو الفلسفة الوجودية الفلسفة الوجودية معه تستند لمبدأ الوجود يسبق الماهية وعندما نقول هذه الكلام ضد يلو سيكون الماهية تسبق الوجود ما الذي تبنى هذا الكلام هو ديكارت عندما قال أنا أفكر إذن أنا موجود أنا أفكر هنا تتحدد الماهية لاحظوا الماهية تسبق الوجود لكن ما هي ديكارت تقتصر فقط على الفكر لكن مع جون بول ساتر الأمر الماهية هنا متسعة للكثير من العناصر التي تحدد الإنسان ماذا يعني الآن وجود يسبق الماهية؟ يعني من ضمن ما يعني أن الإنسان هو مجموع أفعاله بمعنى أن الإنسان هو ما يصنعه بنفسه عندما نقول يصنعه بنفسه بمعنى هو من يختاره وفق إرادته الحرة ثم من ضمن ما يعني هذا المبدأ الإنسان مشروع مستقبلي ما معنى مشروع مستقبلي؟ هنا نتعارض مع الموقف الذي تبنه فريد عندما قال السنوات الخمس الأولى وهو الماضي يحدد الحاضر والمستقبل مع جون بول ساتر الأمر مختلف الماضي ليس سببا للحاضر والمستقبل والمستقبل ليس نتيجة للماضي الإنسان يؤسس حياته ووجوده وشخصيته وما إلى ذلك انطلاقا من مشروعه الذي يتبنىه بطبيعة الحال ثم وهذا المبدأ يعني من ضمن ما يعني أن الإنسان حرية ومسؤولية فكلما في تقدير سارتر أن الحرية ما دامت كاملة فإنها تقتضي أن يتحمل الشخص مسؤوليته كاملة الشخص مع سارتر كائن حر وفق إرادته الحرة وانطلاقا من المشروع الذي يختاره وفق طبيعة الحال حريته انطلاقا من هذا كله هناك بعض الاستنتاجات التي ولا بد منها أن تعرفوا عليها أولا الشخص بعد فرضي ذاتي للوضع البشري اثنين فلسفيا الشخص ذات معنوية ومسؤولة تتشكل عبر مسار تاريخي طويل الاستنتاج الثاني يرتبط بالمحور الأول بصدد إشكال أساس هوية الشخص وطبيعتها إذا كان ديكارت يركز على الفكر مجرد وأن طبيعتها ثابتة فطرية فإن بالمقابل لك يركز على الشعور والذاكرة وأن طبيعتها متغيرة مكتسبة الاستنتاج الثالث بصدد إشكال الشخص بوصفه قيمة إذا كانت بعض المواقف السلبية تعتبر الشخص مجرد وسيلة فإن بالمقابل إيمانويل كانت يعتبر غاية في ذاته استنادا لمبدأ الكرامة ثم الاستنتاج الرابع والأي الأخير وهو بصدد إشكال الشخص بين الحرية والضرورة إذا كانت العلوم الإنسانية تعتبر الشخص خاضعا لضرورات متعددة نفسية اجتماعية وغيرها فإن بالمقابل طارت يركز على الحرية ويعتبر الشخص مالك للحرية لكن لا يمكن الاتفاق مع موقف دون آخر بل يجب تبني موقف التكامل لأن الإنسان بقدر ما امتلاكه للقدر على الحرية والإبداع وامتلاكه للإرادة وفي نفس الوقت انتماؤه وخضوعه لضرورات مختلفة وانتماؤه لمجتمع بعاداته وتقاليده ولظروفه النفسية في هذا التكامل يتحدد الشخص في الختام دام لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته